اشتركوا في القناة اذا من خلال الصورة التي في النص نلاحظ ان هناك شخص يحمل او بجانبه مترقة حديدية ويبحث في الارض وغالبا هؤلاء الاشخاص هم علماء حفريات يقومون بالبحث في الارض عن اثار او بقايا حيوانات او انسان قديمة لاستخراجها ودراستها كما قلنا فهم علماء حفريات اذا الاحظ واتوقع السؤال الاول كيف يبدو الشخص الماثل في الصورة ولماذا يبدو الشخص الماثل في الصورة كأنه يبحث عن شيء ما ولو لماذا ربما لانه باحث او عالم تانيا علاقة الصورة بكلمة حفريات هو ان الشخص في الصورة يحفر في الارض كما نرى هناك مترقة بجانبه يحفر في الارض بحثا عن شيء ما تالتا من خلال عنوان التوقع ان النص سيتحدث عن عالم مغربي متخصص في الحفريات اذا ننتقل الى افهم واحلل بعد قراءة النص وفهمه اذا السؤال الاول عندنا الكلمة وسنبحث عن معناها في الصياق اذا حلقت في سماء العلم مثل الطائري يعني ارتقت في اسلاك الدراسة يعني نجحت من مستوى او من سلك الى سلك وارتقت في اسلاك الدراسة يعني كما قلنا حلقت شعر رأس ابنها يعني قصت شعر رأسه ثانيا التحدث في معجمين عن معاني الكلمات الآتية اذا عندنا شغوف معناها مولوع اي محب لشيء ما ومتعلق به اثارة يعني لفت الانتباه اثارة بمعنى لفت الانتباه مصار وهو الطريق والمسلك طريق ومسلك نقول مصار دراسي يعني طريق دراسي او مسلك دراسي العادة التي ألف الاب فعلها هي قراءة الكتب كل يوم بعد صلاة العشاء باهتمام وتركيز رابعا استغرب الطفل حين رأى اباه يقرأ كتابا عن الحيوان لانه ظن ان اباه يقرأ كتبا متخصصة للاطفال يعني الطفل عندما رأى الابجل يقرأ كتابا عن الحيوان ضمن ان اباه يقرأ كتبا او قصصا عن الاطفال او قصصا خاصة بالاطفال خامسا يهتم علم الحفريات بالبحث عن بقايا حيوانات واثار قديمة جدا سادسا اعين في كل مرحلة من تعلم نظار ابراهيم الشهادة التي نالها اذا كلية الطب في جامعة في جامعة بديبلان ببيرلاندا حصل على الدكتوراه وجامعة ابريستول بانجلاتيرا حصل على بكالوريوس علوم وفي جامعة شيكاغو هناك تم دراسة ما بعد الدكتوراه سابعا اشرح معنا كل عمل من الاعمال التي قام بها نظار اذا اول حاجة استاد في جامعة بالولايات المتحدة الامريكية كتعني انه اشتغل مدرسا في هذه الجامعة باحث بجامعة بانجلاتيرا ان يقوم بابحاث وتجارب ودراسات علمية عضو في متحف في الولايات المتحدة الامريكية يعني عنصر ناشط في هذا المتحف هذا مستشار لبرنامج تلفزيوني يعني تتم استشارته لاخذ رأيه وتقديم افكاره حول موضوع معين ثامنا بماذا يمتاز المغرب في نظر العالم نزار ابراهيم يمتاز المغرب في نظر العالم نزار بانه اكثر البلداء ثراءا في مجال الحفريات لكونه يحتوي على اثار لجميع المراحل الرئيسية للحياة على الارض تاسعا ماذا يتمنى العالم نزار العمل ماذا يتمنى العالم نزار لبلده المغرب يتمنى العالم بناء متحف وطني للتاريخ الطبيعي لتصلية الضوء على كنوز المغرب وحمايته هذه هي امنيات العالم نزار انه يبني واحد المتحف في المغرب اذا عاشرا اجتهاد نزار في التعلم والمعرفة ما يدل على ذلك من النص هو الجملة الاتية نال بكالوريوس في العلوم حصل على درجة الدكتوراه بدأ دراسات ما بعد الدكتوراه حب نزار للطبيعة ما يدل على ذلك في النص هو جملة بدأ اهتمامه بالاركيولوجيا والحفريات حب نزار لوطنه المغرب يدل على ذلك يعمل مع طلبة مغاربة وعلماء يعني لإفادتهم ومدهم بخبراته وتجاربه التي يعرفها يتمنى بناء متحفين في وطنه اذا 11 لماذا احب نزار ابراهيم علم الحفريات احب نزار ابراهيم علم الحفريات لانه قرأ كتابا عن الديناصورات وكان له شغف بالحيوانات واهتمام بقصص المغامرات البعيدة 12 تجعلنا القراءة نحب العلم لاننا نتعرف من خلالها على معلومات ومعارف جديدة تتجلى اهمية مغاربة العالم بالنسبة لبلدهم في تقديم صورة ايجابية عن وطنهم ومساهمتهم في التعريف به لدى شعوب وبلدان اقامتهم سؤال رقم 13 استعملوا كما في الامثلة سألتهم مندهشا سألتهم متعجبا سألت ابي مستغربا يمكن ان نقول ايضا سألت ابي محتارا اجابني ابي قائلا يمكن ان نقول اجابني ابي موضحا يعني هذه غير امثلة يمكن استعمال امثلة اخرى 14 اعبر عن معنى جملة حلق في سماء العلم مثل الطائر مستعملا عبارات وكأنه يشبه شبيه به اذا حلق في سماء العلم وكأنه طائر حلق في سماء العلم يشبه الطائر حلق في سماء العلم شبيها بطائر 15 ارتب الجمل واربط بينها لانشئ تعريفا بسيرة العالم نزار ابراهيم اذا عدنا الجمل لدخل المستطيلات سنحاول اننا نرتبوهم سنحصلوا على واحد الملخص او تعريف بسيرة العلم نزار ابراهيم نشأ نزار في المانيا تعلم بعدة جامعات وقام باكتشاف اطار ديناصور قديم وبعد ذلك اصبح عالما في الحفريات وشجع البحث العلمي في بلده اذا اخيرا ابحثه اختار علما من العلوم واعرف به اسمه وموضوعه ما يجب ان اهتم به لاتعلم هذا العلم في بلدي اذا العلم الذي اخترناه وهو علم الانتروبولوجيا هذا العلم هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يهتم بدراسة اصول الاشخاص كما انه يهتم بالدراسة السلوكيات الخاصة بالاشخاص والتطورات التي خضع اليها الشخص في مراحل حياته المختلفة من عدة نواحي منها النواحي الثقافية والنواحي الفيزيائية والاجتماعية اذا هذا العلم الذي اخترناه هو علم انتروبولوجيا يمكنكم البحث عن علوم اخرى فهناك مجموعة من العلوم الحية الموجودة عبر شبكة الانترنت علم الانتروبولوجيا وهو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يهتم بدراسة اصول الاشخاص كما انه يهتم بدراسة السلوكيات الخاصة بالاشخاص والتطورات التي خضع اليها الشخص في مراحل حياته المختلفة من عدة نواحي منها النواحي الثقافية والنواحي الفيزيائية والاجتماعية اذا بالتوفيق لكم ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرسي وتشجيعنا بتعليقاتكم ليصلكم كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة